السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنة ستة ابتدائي اسعد الله اوقاتكم بكل الخير في حلقة النهاردة بنعمل مراجعة نحو مراجعة ليلة الامتحان هنراجع على كل دروس النحو المكررة علينا في الترم الاول ايه الدروس المكررة علينا في الترم الاول انواع الخبر وده درس مهم جدا وكانوا اخواتها وانواع خبر كانة وانواع خبر انا هنتعرف على كل ده بالتفصيل في حلقة النهاردة نبدأ اول حاجة باول درس عندنا انواع الخبر احنا عارفين طبعا يعني ايه خبر الخبر بيكون في الجملة الاسمية الموضوع كله الدرس كله الترم كله بيتكلم عن الخبر خبر المبتدأ ولا خبر اللي كان ولا خبر اللي انه فمهم ان انت تكون عارف الخبر الخبر بيكون في الجملة الاسمية لما اقولك مثلا القلم جديد فين الخبر هتقولي القلم دي المبتدأ بسأل عن الخبر بايه بقول ماله ماله القلم جديد يبقى اللي بيخبرني ده الخبر يبقى جديد هنا الخبر طيب لما اقولك مثلا الكتابان نظيفان هتقولي ما هي سهلة الكتابان ما لهم نظيفان طيب لما اقولك مثلا المعلمون مكتهدون هتقولي ما لهم المعلمون اه مكتهدون يبقى دي خبر الفكرة بقى اللي انا عايزك تكون عرفته خلاص في الترمي ده الخبر هنا نوعه ايه هو ايه انواع الخبر ما تقوليش بقى خبر مفرد ومسنى وجمعة يبقى انت معرفتش حاجة احنا خدنا السنة دي خدنا في الترمي ده في الترمي الاول من سنة ستة انواع الخبر وهما تلت انواع بس لما قل لك نوع الخبر في دماغك يا مفرد يا جملة يا شبه جملة بس والجملة اسمية وفعلية وشبه الجملة ظرف وجر ومجرور طيب لما قل لك الامثلة اللي قدامك دي القلم جديد ده خبر نوعه ايه مفرد طيب نظيفان لو شاطر ها ايوه برافو مفرد ومجتهدون برضو مفرد ايوه ما احنا عرفنا ان الخبر المفرد لو لقيت الخبر كلمة واحدة واسم يبقى خبر برافو مفرد سواء بقى ازا كان بقى مثنى زي كلمة نظيفان او جامعة زي مجتهدون او كلمة بتدل على مفرد زي جديد بص هو كلمة واحدة واسم يبقى على طول مفرد اوه عتقول جملة وهو ما فيهوش ضمير الجملة لازم يكون فيه ضمير طالما كلمة واحدة واسم يبقى الخبر برافو مفرد وده النوع الوحيد اللي بعربه ايه النوع الوحيد اللي بعربه خبر الباقي مش بعربه خبر ازاي هنعرف جديد اعربها ايه خبر مرفع وعلامة رفع انت خافز علامات الاعراب المفرد مرفع بالضامة طب المسنة مرفع بالالف والجامعة كام نوع تلاتة التكسير زي المفرد المؤنس السالم برضو المذكر السالم مختلف مرفوع بالواو يبقى في اول جملة جديد نعرفها ايه قول يلا بسرعة اعراب كامل خبر مرفع وعلامة رفع الضم صح طيب نظيفان خبر مرفع وعلامة رفع الالف لانه مثنى طيب مجتهدون خبر مرفع وعلامة رفع الواو لانه جامعة مذكر سالم طيب لو قال لك ان عايز خبر معرب علامة اعراب اصلية وخبر معرب علامة اعراب فرعية ايه علامات الاعراب الاصلية في الرافع الضم فقط يبقى اصلية في الرافع اشوف حاجة مرفوع بالضم او منصوب بالفتحة او مجرور بالكاسرة بس لو مبتدأ وخبر هيكون مرفوع يبقى الضم طيب لو فرعية اي علامة تانية مرفوع بالالف مرفوع بالواو دي اسمها علامات اعراب فرعية اي حاجة بقى غير مرفوع بالضم منصوب بالفتحة مجرور بالكاسرة هتبقى علامة اعراب برافو فرعية يبقى احنا عرفنا اول نوع من انواع الخبر الخبر المفرد تاني نوع الخبر الجملة واي جملة عندنا في اللغة العربية يا اسمية يا فعلية خليك فاكر ان انا قلت لو كان كلمة واحدة واسم يبقى خبر ايه مفرد طيب يا مستر لو كان كلمة واحدة بس مش اسم لو لقيتها فعل على طول جملة فعلية لو لقيت الخبر فعل لم يقولك مثلا الطالب يكتب ما له الطالب ما انت بتستخرج الخبر بالطريقة دي ماله الطالب يكتب دفاعل من غير ما تفكر خبر جملة فعلية على طول طيب امتى بقى يكون الخبر جملة اسمية لو لقيته جملة لو لقيت اسم وفيه ضمير واسم او ضمير واسم يعني مسلا لما قولك المدرسة مالها المدرسة ينفع تقول لي فصولها لا ينفع تقول لي نظيفة ايوه معليش ينفع لا بس ده هينفع عندك انت مش في الجملة هنا بيقولنا مين اللي نظيفة الفصول مش المدرسة ما ينفعش غير الجملة المدرسة اهي فصول وهان نظيفة على بعضها كده اسم اللي هو فصول والضمير اللي هو الها ونظيفة دي الخبر بتاع كلمة فصول كونه جملة اسمية خبر للمدرسة يبقى الخبر هنا نوعه جملة اسمية وفيه طريقة تانية برضو للخبر الجملة الاسمية بدل ما ييجي اسم وضمير واسم يجي لك ضمير منفصل واسم اقولك مثلا الوطن هو بيتك الام هي المدرسة ماله الوطن ما ينفعش تقول بيتك هو موجودة هي هو اي ضمير منفصل مبتدأ اي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ يعني هو دي مبتدأ ما ينفعش سيبها يبقى بيتك دي خبر خبر لكلمة هو وكونه جملة اسمية لكلمة الوطن يبقى برضو الخبر نوعه جملة اسمية خلي بالك مهم جدا الخبر الجملة لازم يكون فيه رابط ضمير رابط اللي هو ضمير الرابط علشان لما يجي يقولك اذكر الرابط لازم يكون في الخبر الجملة سواء اسمية او فعلية رابط رابط ليه علشان يربط الخبر بالمبتدأ هو فين الخبر هنا مثلا ناخد الجملة الفعلية يكتب فين الرابط ما هو جملة هو مين اللي بيكتب لا مش الطالب فين الفاعل يكتب هو يبقى فين الرابط? ضمير مستتر تقديروه هو. طيب والمدرسة فصوله ها? فين الرابط? اهو الهاء دي. يبقى احنا عرفنا كده الخبر الجملة الاسمية والجملة الفعلية. مهم جدا جدا ان انت تعرف تعريبه. ناخد الجملة الاسمية كده ونعرب الخبر اللي فيها بنعربه ازاي? المدرسة المدرسة دي مبتدأ. مبتدأ مرفعه علامة رفعه ضمه. ما لها المدرسة? قلنا الخبر جملة اسمية. فصوله ها نظيفة. حط ايه دك كده على كلمة المدرسة? اه غطيها خالص مش بينة. ايه اللي فاضل? الخبر. فصوله ها نظيفة. ده خبر نوعه ايه? جملة اسمية. الجملة الاسمية بتتكون من ايه? مبتدأ وخبر. يعني فصول مبتدأ. ونظيفة خبر. بس المدرسة مبتدأ. عادي. اعرف فصول مبتدأ تاني. مبتدأ تاني مرفعه علامة رفعه ضمه. ونظيفة دي خبر المبتدأ التاني. والهاء اللي في كلمة فصول دي عادي. لو عايز تعريبها بنقوله ضمير متصل مبني في محل جر مضاف ايه? يبقى فصول مبتدأ تاني. طب فين الخبر بتاع المبتدأ التاني? نظيفة. نظيفة دي خبر المبتدأ التاني. مرفعه بالضمه. طيب فين خبر المبتدأ الاول اللي هو كلمة المدرسة? الجملة الاسمية كلها. الجملة الاسمية كلها فصوله ها نظيفة. دي خبر لكلمة المدرسة. حلت محل الخبر. جات مكان الخبر. بقول له جملة اسمية في محل رفع خبر لكلمة المدرسة. او في محل رفع خبر المبتدأ الاول. او اقول له الجملة الاسمية خبر جملة اسمية لكلمة المدرسة. بيقول لك محلها الاعرابي اقول له في محل رافع. لان الجملة الاسمية دي كلها في صلوعة نظيفة المفروض خبر. والمفروض هي حلة محل الخبر. المفروض مكان الخبر. والخبر بيكون مرفوع. يبقى له الجملة محلها الاعرابي في محل رفع خبر. طيب ناخد الجملة الفعلية. الطالبة مبتدأ مرفع وعلامة رفع وضمها. طيب يكتب ده خبر جملة فعلية. انا قلت لك الخبر الوحيد اللي بعريبه خبر الايه؟ المفرد بس. انما اي نوع تاني بعريبه بقى حسب مكانه. زي ما اعربنا الجملة الاسمية كده اعربناها اي خبر? لا اعربناها مبتدأ وخبر. طيب ان الجملة الفعلية فعل وفاعل. اقول له يكتب ده فعل مضارع مرفع وعلامة رفع الضمة. وفين الفاعل? اوعى طغلط. الفعل ما بيجيش قبل الفعل. اي فعل بداية جملة جديدة? من اللي بيكتب? هو. يبقى الفاعل ضمير مستطر تقديروه هو. يبقى كده الخبر؟ جملة فعلية. فين الجملة? آه يكتب? والفاعل بتاعها المستطر يبقى الجملة الفعلية اللي هي يكتب? يكتب دي جملة? كلمة واحدة وجملة? ايوة ما احنا لسه قائلين. يكتب فاعل? والفاعل ضمير مستطر تقديروه هو. خلاص كون جملة. اقوله الجملة الفعلية خبر لكلمة الطالب. او في محل رفع خبر. يعني موجودة مكان الخبر المرفوع. في محل رفع خبر للمبتدأ. النوع بقى الاخير من انواع الخبر شبه الجملة. يعني شبه جملة? يعني يا ظرف يا جره مجرور. يعني لما تروح تسأل المبتدأ وتلاقي الخبر ظرف او جره مجرور اعرف ان الخبر نوعه شبه جملة. العصفور فوق الغصف. ماله العصفور فوق. خلاص ده ظرف. يبقى نوعه شبه جملة ظرف. طيب لما قلك الرحلة غدا. مالها الرحلة غدا. ايه ده? ده ظرف. ممكن يكون ظرف مكان او ظرف زمان عادي. برضو الخبر شبه جملة ظرف. سواء زمان او مكان عادي. طيب لما قلك الطلاب في الفصل. مالهم الطلاب? في الفصل. في حرف جر والفصل اسم مجرور. خبر نوعه شبه جملة جر ومجرور. اعربه خبر? لا طبعا. الوحيد اللي بعربه خبر المفرد. شبه الجملة الظرف اعربه ظرف. يعني فوق اعربها ايه? ظرف. بس. طيب وغدا ظرف. طب في الفصل في حرف جر والفصل اسمه مجرور. عادي خالص. اقول له بقى شبه الجملة كاملة بس مش مطلوب منك ده مش هطلب منك. بس تكون عارف ان شبه الجملة حلة محل الخبر. في محل رفع خبر. الجر والمجرور? في محل رفع خبر. يبقى احنا كده خلصنا انواع الخبر تدريب صغير. السؤال هيجي يقولك مسلا استخرج الخبر. بين نوعه. حول الخبر المفرد خليه جملة والجملة خليه مفرد. هنعمل كل ده في الامثال اللي قدامنا. المدرسة نظيفة الطرقات. استخرج الخبر. ما لها المدرسة? نظيفة. كلمة واحدة واسمه يبقى نوعه مفرد. خليه جملة. بدل اللي تنين دول مع بعض. اولي المدرسة هتكلمة بقى فيها ضمير. المدرسة طرقاته ها نظيفة. يلا اللي بعده. العصفور مغرد. استخرج الخبر. ما له العصفور? مغرد. برافو. نوعه مفرد. خليه جملة. كلمة واحدة اقلب وفعلي يبقى جملة فعليا. اولي العصفور يغرد. خلاص بقى جملة. مثال تاني. الطائرة تحلق فوق الصحاب. يلا فين الخبر. ما لها الطائرة? فوق الصحاب? خليك في تحلق. جوبة اخبارة. ما لها الطائرة? تحلق. اول كلمة بتخبر دي الخبر. هتقول لي طيب ينفع اقول الطائرة فوق الصحاب. بس تحلق تنفع صح? يبقى اللي جات في الاول هي الخبر. الطائرة تحلق يبقى تحلق الخبر. خبر نوعه? تحلق فعل. يبقى جملة فعلية. تعرف تخليه مفرد? ايوه. اقلبه اسم. او للطائرة محلقة. مثال تاني. الطلاب طباعهم مختلف. مختلفة. ما لهم الطلاب? مختلفة? طباعهم? لا كلها. طباعهم مختلفة. نوعه? اسمه فيه ضمير واسم يبقى جملة اسمية. تعرف تخليه مفرد? عادي. بدلهم مع بعض. اقول الطلاب مختلفة الطباع. يبقى الخبر بقى كلمة واحدة واسم. مثال تاني. البحر ماله? امواجه ثائرة. جملة اسمية. تعرف تخليه مفرد? ايوه. ابدلهم برضو. اقول البحر? بس مش ثائرة. او الثائر. البحر ثائر والامواج. مثال اخير. اعلام مصر مرفرفة في كل مكان. فين الخبر? اعلام مصر في كل مكان? شبه جملة? هتقول لي لا ده فيه قبلها اهو خبر اهو. اعلام مصر ما لها? مرفرفة. خبر نوعه? كلمة واحدة يبقى مفرد. عايز خليه جملة يقلبوا فعلة. اولتوا رفرف بقى جملة ايه? بقى جملة فعلية. برافو احسنتم. احنا كده خلصنا عنواع الخبر. فضلنا في منهج الترمي الاول حكتين مهمين جدا. الافعال الناسخة والحروف الناسخة. مين الافعال الناسخة? برافو? كانوا اخواتها. ومن الحروف الناسخة? انوا اخواتها. هحطهم لجنب بعض كده علشان تعرف الفرق ما بينهم. مهم ان انت تكون عارف ان كان دي افعال اسمها افعال الناسخة. بتدخل على الجملة الاسمية. بترفع وتنصب. ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هو اصلا المبتدأ والخبر كانوا اللي اتنين مرفوعين. فكان اللي بيتغير الايه? الخبر. طب احنا عرفنا كانة. مين اخواتها? ايه اخوات كانة? كانة اصبحة اضحى ظلة امسة باتة صارة ليسة. وهنزود عليهم دول برضو تكون عارفهم ما دامة ما زالة ما بارحة ما فتي امان فك. مش بيجوا كتير بس لازم تكون عارفهم برضو. وممكن ما يجيش كانة يجي يكون. يجي كون عادي صح? لان الماضي والامر والمضارع زي بعض. كانة واخواتها بيجي منها الماضي والمضارع والامر. معادة ليسة وما دامة الماضي بس. واللي تحت دول كلهم الماضي والمضارع. بفهمش امر. وخلي بالك برضو من صارة لو قالك هاتفعل بيفيد التحول. وليس لو قالك هاتفعل بيفيد النفي. برضو مهمين. طيب انا واخواتها احنا قلنا ان كانة لافعال. طيب انا? لا حروف. حروف ناسخة. تدخل على الجملة الاسمية برضو زيها. هترفع وتنسب? لا العكس. هتنسب المبتدأ وترفع الخبر. عكس بعض. يبقى اللي بيتغير في كانة الخبر. واللي بيتغير في انا المبتدأ. بيبقى منصوب. طيب مين اخوات انا? انا وانك انا لكنها ليت لعل. وقلنا ان انا وانة بيفيد الايه? التوكيد. كأن تشبيه. لكن بتفيد الاستدراك. ليت للتمني ولعل للترجي او للرجاء. يبقى احنا عارفنا كده. مين كانة ومين انة. كانة واخواتها بترفع وتنسب. انة بتنسب وترفع. لازم تكون حافظ ده. بيجي لك السؤال ازاي في الامتحان? نحط كده قدامنا كانة وانة علشان ما ننسهمش. وخلي بالك ان كانة افعال ناسخة. فعل ناسخ. وانة حروف ناسخة. حرف ناسخ. عشان لما يجي يقول لك هدفع لناسخ. اسم لفعل ناسخ. خبر لفعل ناسخ. او لحرف ناسخ. تكون عارف الفرق ما بينهم. السؤال هيجي ازاي تاني? هيجي يقول لك هيجيب لك جملة. ناخد جملة زي دي مثلا. الفلاح نشيط. دي جملة ايه? اسمية. نعربها الفلاح هو مبتدأ. مبتدأ مرفع وعلامة رفع الضمة. ونشيط خبر. نشيط خبر مرفع وعلامة رفع الضمة. دي جملة اسمية عادي خالص. هيجي يقول لك ادخل فعل ناسخ مرة. وحرف ناسخ مرة اخرى. يعني فعل ناسخ يعني ايه? كان او احدى اخواتها. مع كان ايه اللي هيتغير? الخبر هيبقى منصوب. اقولها ازاي? اقول كان الفلاحو نشيطا برافو. ايه اللي انا غيرته? الخبر. طيب اعربها ازاي? لو قال لي اعرب كانة مثلا اقوله كانة ده فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفاتح. حفظناها. طيب لو قالك هتاسمي الفعل الناسخ اهو الفلاح. اعربه اسمي كانة بيكون مرفوع. كانة بتدخل على الجملة الاسمية بترفع المبتدأ. هيفضل مرفوع. وبتنسب الخبر. يبقى الخبر اللي كان مرفوع هو اللي هيتغير بس. يعني الفلاح اعربها ايه? اسمي كانة. مرفع وعلامة رفع الضمة. طيب نشيط? قول معايا نشيط. برافو. خبر كان ماله منصوب صح. ودي مفرد. يبقى نعريبه خبر كانة منصوب وعلامة نصب الفاتحة. طيب احنا دخلنا فعل ناسخ. يلا ادخل حرف ناسخ. من انا واخواتها. ايه اللي هيتغير معا انا? الفلاح المبتدأ. هخليه منصوب. والخبر هيفضل زي ما هو. اقول ان الفلاحة. ان الفلاحة مش هينفع ننونها عشان فيها الف ولام. الكلمة اللي فيها الف ولام لا تنون. ونشيط نشيط دي خبر. طيب انا اعريبها ايه? فعل ماضي ناقص ناسخ? لا خلي بالك دو حروف ناسخة. يعني اعريبها ايه? حرف ناسخ. بس. حرف ناسخ مبنى على الفاتحة. والفلاح اسم انا. وان بتنصب يبقى اسم انا منصوب وعلامة نصب الفاتحة. يبقى اللي تغير هنا اللي كان مبتدأ مرفوع بها اسم انا منصوب. ونشيط خبر انا مرفع وعلامة رفعوا الضمة. فهمنا? طيب نغير. الفلاح ونشيط. مش دي مفرد? طرف تخليه مسنة? سهلة جدا. اقولها ايه? الفلاحان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعوا الالف. نشيطان خبر مرفوع وعلامة رفعوا الالف. يلا دخل فعل ناسخ. ايه اللي هيتغير? الخبر. اقولها ايه? نشيطينة. يبقى اقول مثلا اضحى الفلاحان زي ما هي نشيطينة. دي انها خبر اضحى منصوب بالياء. اضحى نفسه يا عرب كان. فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفاتح. والفلاحان اسم اضحى. بيكون مرفوع. بس المسنة بيرفع بالالف. اقول اسم اضحى مرفعوا علامة رفعوا الالف. لانه مسنة. طيب نشيطين? دي خبر اضحى هو منصوب. خبر اضحى منصوب وعلامة نصب الياه لانه مسنة. طيب احنا كده دخلنا ايه? فعل ناسخ. عايز بقى حرف ناسخ من انه واخواتها? هتقول لي مثلا ليتة. اه ليتة من اخوات ان. ايه اللي هيتغير مع ليتة? مع انه واخواتها المبتدأ. المبتدأ هو اللي هيتغير. هقول ليتة الفلاحين نشيطان. وليتة زي ان حرف ناسخ. الفلاحين اسم ليتة منصوب وعلامة نصب الياه. انما نشيطان دي خبر ليتة مرفوع وعلامة رفع الالف لانه مسنة. طيب الفلاحان نشيطان. تعرف تخليها جامعة مذكر? هتقول لي سهلة جدا. الفلاحون نشيطون. نعرب. مبتدأ مرفوع بالواو. خبر مرفوع بالواو. يلا ندخل كنا او احدى اخواتها. ايه اللي هيتغير? الخبر. هيكون نشيطين. اقول زلا الفلاحون نشيطين. طيب زلا نعربها نفس الاعراب. الفلاحون اسمي زلا مرفوع بالواو. ونشيطين خبر زلا منصوب بالياء. منصوب وعلامة نصب الياه. ده اللي بيتغير. ومع انه هقول لعل انه واخواته. لعل دي من اخوات انه. لعل دي بتفيد الايه? ليتة بتفيد التمني. لعل بتفيد الرجاء. اللي بيتغير مع لعل مع انه واخواتها المبتدأ. هتبقى الفلاحين. لعل بنعربها حرف ناسخ. الفلاحين اسم لعل لان هنا لعل اسم لعل منصوب بالايه? بالياء. ونشيطون خبر لعل مرفوع بالواو. طيب تعرف تخول الجملة اللي احنا شغالين عليها الفلاح نشيط دي. تخليها جامعة مؤنس? ايوة طبعا. اقول الفلاحات مبتدأ مرفوع بالضمة. نشيطات خبر مرفوع بالضمة. لما اجي ادخل بقى عليها فعل ناسخ من اخوات كانة. هقول امسة. مش امسة بقى. ما ينفحش اقول امسة ولا اصبحة. اقول امسة. ازود لها كده تاق التأنيس. لان هنا اسمها مؤنس. لو اسمها مؤنس بزود تاق التأنيس. او الامست. اصبحت. اضحت. زلط. والتاق دي ملهاش دعوة بالاعراب برضو. امسة هعاربها فعل ماضي. فعل ماضي مبنى على الفتح. الفلاحات اسم امسة هيفضل زي ما هو الفلاحات. اسم امسة مرفوع بالضامة. اللي بيتغير مع كانة واخواتها ده. الخبر. هيكون منصوب. وهيكون منصوب وعلامة نصبة. برافو جامعة مؤنس سالم بينصب ويجرب الكسرة. يبقى هنا نشيطات. يبقى نشيطات دي اللي اتغيرت بقت خبر امسة منصوب وعلامة نصب الايه? ممتاز الكسرة. طيب مع ايه اللي بيتغير? المبتدأ. هقول علمته انا. ناخد انا. بنغير كده. الفلاحات تي. نحط فتحة ولا كسرة? برافو كسرة. لان انت هتقولي ان الفلاحات بقت اسم انا منصوب وعلامة نصبه الكسرة. جامعة مؤنس سالم بينصب بالكسرة. ونشيطات هتفضل زي ما هي? نشيطات. خبر انا مرفوع بالضامة. طيب الجملة برضو اللي احنا شغالين عليها الفلاح نشيط. لو شلنا الفلاح وحطينا ضمير. اقول ايه? برافو. اقول انا نشيط. او هو نشيط. او انت نشيط. طيب ناخد واحدة واحدة كده. لو انا انا مبتدأ. اي ضمير منفصل سواء متكلم مخاطب غائب بيكون اعرابه ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. باختصار بيكون مبتدأ. واللي بعده بيكون خبر. انا نشيط. يبقى انا دي المبتدأ. لو عايز ادخل بقى فعل ناسخ من كان واخواتها. هقول كان انا ما ينفعش. اقول كنتو. يبقى اقول كنتو. اصبحتو. اضحيتو. ام سيتو. اي حاجة. يبقى اصبحت بنفس الطريقة. دي فعل ماضي. فين اسم اصبحت? ما هو المبتدأ? كان انا. اتغير بقى ضمير متصل اصبحتو. يبقى التاق دي. يبقى دي اسمه اصبحت. التاق دي تاق الفاعل بقى عاربها ضمير متصل مبني في محل رفع اسم اصبحت. يبقى تاق الفاعل دي اسم اصبحت. ونشيط اللي كانت نشيط مرفوعة. لهنخليها نشيطا تبقى خبر اصبحت منصوب وعلامة نصب الفاتحة. يعني لو لقيت اي ضمير بيتصل بك انا او احدى اخواتها هيبقى اسمها. طيب لو الضمير غائب قالك هو نشيط. عادي. هقول اصبحت واسمها هيبقى ضمير مستاتر. اصبحت هو. ونشيطا دي خبر اصبحت منصوب. طيب لو ضمير مخاطب بيقول انت انت نشيط. هقولها ازاي? عادي خالص. هقول اصبحت نشيطا. طيب لو عايزة دخل عليها انه اخواتها لو انت نشيط اقول ايه? اقول ان انت ما ينفعش. اقول انك. طيب لو انا اقول اناني. طب هو اقول انه. انك بنفس الطريقة. ان دي حرف ناسخ. والكاف او اليقف انني او انه الها برضو هتكون اسمها. ضمير متصل مبني في محل نصب. لان اسم ان بيكون منصوب. معك انا واخواتها بيكون في محل رافع. لان اسمه اصبح بيكون مرفوع. في محل نصب اسم ان. يعني الكاف دي اسم ان. نشيط هتفضل زي ما هي. خبر ان مرفعه علامة رفعه ضم. وقلنا برضو لو هو نشيط هقول ايه? انه. انه نشيط. ولو انا نشيط اللي فوق هقول انني نشيط بنفس الطريقة والضمير هيكون اسم ان. طيب السؤال بيجي ازاي برضو على كانة واخواتها وانة واخواتها بطرقة تانية. ممكن يجي يقولك استخرج خبر الفعل الناسخ. يعني فعل ناسخ? كانة واخواتها. يعني حرف ناسخ? انة واخواتها. طب هنا بيقولك استخرج خبر الايه? الفعل الناسخ. استخرج الخبر وبين نوعه بقى. انواع الخبر. نفس انواع الخبر اللي اتكلمنا عليها في اول الحلقة. مفرد جملة شبه جملة. يلا. صار العامل نشيطا. اهو. شيه صار? العامل نشيط يبقى فين الخبر? ماله العامل نشيط. كلمة واحدة واسم يبقى خبر نوعه ايه? برافو مفرد. يبقى له نشيط دي خبر مفرد. كان المعلم يشرح. اسأل اسم كانة. كانة دي فعل ناسخ. المعلم اسم كانة. المعلمو. ماله المعلم اهو يشرح. طالما فعل يبقى برافو جملة فعلية. امس الطالب. ماله الطالب? ملابسه نظيفة. اسم وضمر واسم. برافو جملة اسمية. اضحى الفلاح. اسأل ماله الفلاح? في الحقل. شبه جملة. جره مجرور. زل القائد. مين اللي زل? القائد. بقى دي اسم ايه? اسم زل. ماله القائد? امام. دي ظرف. يبقى شبه جملة ظرف. وبرضه مع الحروف النسخة لو بيقولك بقى هاتخبر مش لفعل. لحرف ناسخ. بنفس الطريقة. لما يجي يقول ليت الشمس? اهو اسأل الشمس. ما لها الشمس? حرارتها منخفضة. ده نوع ايه? اسم وضمر واسم. برافو جملة اسمية. طيب لعل القمر. ماله القمر? ينير. نوعه? ده فاعل. يبقى جملة فعلية. علمت انك في صفر. فين الحرف الناسخ? هو ان. فين اسمها? الكاف اللي لزق فيها. كانت انت في صفر بقت انك في صفر. الكاف باسم ان. وفين الخبر? اهو في صفر. نوعه شبه جملة جره مجرور. كأنك حاضر. اللي هي كأن. وهي الكافة هي بدل انت. انت حاضر? قلنا كأنك حاضر. يبقى فين الخبر? اهو. حاضر. موجود. حاضر يعني موجود. كلمة واحدة واسم يبقى. برافو. خبر مفرد. طيب لما اقول ان فكرة المهندس ذكية. ان دي الحرف الناسخ. ان فكرة دي اسم ان منصوب. ما لها الفكرة? ما تقولش المهندس. ما ينفعش اقولك ما لها الفكرة? تقولي المهندس. ما لها الفكرة? فكرة المهندس. ايوة ما لها? اهو. الخبر هو. ذكية. خبر نوعه. كلمة واحدة واسم يبقى مفرد. لعل المذنبين تائبون. لعل. ده حرف ناسخ. من اخوات ان. المذنبين. اسم لعل منصوب. ما لهم المذنبين? تائبون. برضو كلمة واحدة واسم يبقى خبر نوعه. مفرد. السؤال برضو ممكن يجي بطريقة تانية. لما يجي يقول لك مثلا حول الخبر بقى. لو مفرد خليه جملة. لو جملة خليه مفرد. اهو. صارت المدرسة. عملنا تدريبات كتير برضو علشان معلومة تثبت. ما لها المدرسة? نظيفة. خبر نوعه? مفرد. خليه جملة? بدل الاتنين دول كده. اقول طرقاتها نظيفة. بقى نوعه ايه? بقى جملة اسمية. مثال تاني. امس العصفور مغردا. ما له العصفور? مغردا. كلمة واحدة يبقى خبر? مفرد. خليه جملة? اقلبوا فعل. اقول يغرد. بقى جملة فعلية. طيب الطائرة تحلق. ما لها الطائرة? تحلق. نوعه. ده هنا الخبر خبر لفعل ناسخ. خبر لامسد. وخبر جملة فعلية. اخليه مفرد اقلبوا اسم. او الامسد الطائرة محلقة. يبقى امسد. الطائرة دي خبر امسد محلقة. خبر امسد منصوب وعلامة نصب الفاتر. لو اخروا حاجة مربوطة والهمزة هزود الالف بتاع التنوين. زي مغردا اللي فوقها دي. طيب صارت طلاب طباعهم. ما لهم الطلاب? طباعهم مختلف. خبر نوعه ايه? جملة اسمية. اخليه مفرد بدلهم. اقول صارت طلاب بدل طباعهم مختلفة? اقول مختلفة. مختلفاتة. خبر صار هنا بقى كلمة واحدة. مختلفات طباعي. كده حولنا الخبر الجملة الاسمية لخبر برضو مفرد. طيب اصبح البحر ما له البحر? امواجه هو ثائرة. ده اسم وضمير واسم. الهاء هو. الضمير. يبقى جملة اسمية. اخليه مفرد. اقول اصبح البحر بدلهم مع بعض. اقول البحر ثائر. البحر ثائرة الامواج. يبقى ثائر ده خبر. وخبر مفرد. كلمة واحدة واسم. اصبحت اعلام مصر مرفرفة. ما لها الاعلام? ما ينفعش اقول مصر. ما لها اعلام مصر? مرفرفة. كلمة واحدة يبقى خبر مفرد. اخليه جملة اقلي بها فعل اقول اصبحت اعلام مصر طرف رف بقى خبر جملة فعلية ونفس الطريقة برضو مع الحروف النسيخة مع انه واخواتها ان الابرار ما لهم الابرار منعمون دي كلمة واحدة واسمي يبقى مفرد عايزة اخليه جملة ممكن اخليها فعل اقول ان الابرار ينعمون طيب لو قالك خليها شبه جملة اقول ان الابرار في نعيم بقى شبه جملة سهلة جدا برضو طيب ان الحسنات تمحوا دي فعل يبقى الخبر جملة فعلية عايزة ان احولوا المفرد اقلبها اسم اقول الحسنات ماحية للسيئات طيب ان الله رحمته واسعة ده اسم وضمير واسم ده خبر جملة اسمية عايزة خليه مفرد ابدلهم اقول ان الله واسعوا واسعوا الرحمة يبقى واسعة هنا بقت خبر مفرد لانه خبر مرفوع بالضم طيب لما اجا اقول لعل الدواء ماله الدواء قوي ما تقولش جملة طالما ما فيهوش ضمير قوي ما فيهاش ضمير كلمة واحدة واسم يبقى خبر مفرد عايزين نخليه جملة ممكن اقول مثلا مفعوله اقول لعل الدواء مفعوله قوي بقى جملة بقى جملة اسمية لقيت الصحراء معتادلة ما لها الصحراء معتادلة ما فيهاش ضمير يبقى مفرد اوعى تقول خبر جملة معتادلة كلمة واحدة واسم التائل مربوطة مش ضمير الهاء هي اللي بتبقى ضمير معتدلة كلمة واحدة واسم يبقى مفرد عايزة خليه جملة اللي بها فعلة اقول ليت الصخراء يا عتادل جووها بقى جملة فعلية او ممكن اخليه جملة اسمية اعكسهم مع بعض اقول ليت الصخراء جوها معتدل بقى جملة اسمية مثال اخير ليت الاحقاد زوالوها سريع فين الخبر ما لها الاحقاد اهو زوالوها سريع جملة اسمية لو عايزة خليه مفرد اقول الاحقاد سريعاتو الزوال ولو عايزة خليه شبه جملة اقول ليطى الاحقاد الى زوال بقى شبه جملة الموضوع سهل جدا بس محتاج ان احنا نشغل دماغنا بس والركز كويس جدا ان شاء الله نضمن الدرجة النهائية في الامتحانات بتمنى لكم التوفيق لايك للفيديو شاير الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا اشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته